الحريق وحرائق كتيرة كانت حصلت الأيام اللي فاتت حريق استوديو الأهرام استمر خمس ساعات كاملة والتهم أحد أعرق استوديوهات السينما المصرية فاكرين الفيلم اللي كانت فيه أربع يا ماما وزيزي مش فاكرة كان اسمه فاكرين كان دايما اللي هم اللي اتنين أحمد رمزي وفقاد المهندس لما كان رايحين لخطوم صعد حسني في الاستوديو ومشاهد كتيرة كانت جات في الفيلم ده الاستوديو الأهرام عائلة زيزي استوديو عريق جدا الحقيقة وهذا الاستوديو كان بيتم فيه اليومين اللي فاتوا دول تصوير مسلسل ومسلسلات أخرى كان بس أشهر ومسلسل المعلم فالهاي للأسف الشديد إنه فجئنا بأخبار والفيديوهات اللي حضراتكم شايفينها الحرائق ما وقفتش بس عند الاستوديو دلتهمت عمارات المنطقة دي استوديو الأهرام بالعمرانية اشتعل فيه الساعات الأولى من صباح السبت وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفات الهرام أم المصريين لتلاقي الرعاية الصحية وتنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وكسور وجروح وحرك نتيجة الحريق طبعا على طول بسرعة العربيات الحرائق امتدت العمارات بسرعة جريوا علشان طبعا يفضوا العمارات دي من السكان الحرائق طالت 27 شقة سكنية في عدد من العقارات خمس عقارات مجورة الاستوديو وكان فيه فيديو بقى تاني زمننا الفيديو اللي كان بيبين الدمار اللي كان حاصل طالت النيران زي ما قلتلكم محتوات 27 شقة تقدر الخسارة الاولية لحريق الاستوديو بقرابة 10 مليون جنيه بحسب المعينة اللي بصور الفيديو ده حتى كان بيقول انا ما عرفتش تصور بالليل لان كان في الساعات الاولى من السبت وبعدين يوم السبت الصبح هو قدر يصور الفيديو ده وورينا طبعا المأساة وانه لسه الحريق مشتعل في نخل وفي شجر وعمارات وطبعا الاتفاق كان استمر الفترة طويلة جدا والنتائج الاولية للمعينة الاولية كانت بتقول ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي انتدى بتنيابة العامة في الجيزة خبرها المعمل الجنائي الفحص اسباب وملابسات الحريق واعداد تقرير فني بالاسباب التي قدت الاندلاع بس شايفين المنظر مأساة كارثة بكل معنى الكلمة وطبعا العمارات لدرجة انه تاني يوم او بعد ما خلص الموضوع كده يعني يوم السبت مثلا والدنيا دي لقينا يوم الحد اعلان عن انه مبارح انه في حريق كان عمارة اشتعل التاني في المنطقة واضح انه كان في جواها مثلا حاجة بتتحرق في هدوء من غير محد شايفها وراح تولع التاني يوم الحد تم صرف 15 الف جنيه او وجهت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشكل فوري بصرف مبلغ 15 الف جنيه لكل اسرة تدررت من العمارات الخاصة بها جراء الحريق وجهت دكتور مصطفى مدبولي ايضا وحدات السجل المدني باصدار بطاقات رقم قومي بديلة للمنفقاتها في الحريق ومتابعة دورية من المسؤولين الموقف التنفيذي على الطبيعة لمواجهة تدعيات الحريق النيابة العامة برضو قررت كان فيه بيان طبعا بشأن الحريق حيث فتحت النيابة العامة تحقيق موسع وطلبت النيابة التحريات وانتدبت رجال المعمل الجنائي وانه طبعا كان تم اخلاء الاستوديو من كل العاملين والفنيين وكان برضو بيقال ان النيران اندلعت بهذا الشكل الكبير بسبب الديكورات والمعدات اللي كانت موجودة داخل الاستوديو وزي ما شفته في الفيديوهات اللي هي بعد ما النيران دي كانت طفت شوية قد ايه طبعا انه كمان الاشجار والنخيل بيقال برضو تسببت في استعار النيران بشكل كبير وموضوع ان النيران راحت العمارات مطالب بتعويض المتضررين وهو اول تحرك برلماني بعد حريق الاستوديو استوديو الاهرام لقينا النهاردة بقى حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل جودر للنجم ياسر جلال في مدينة الانتاج الاعلامي قبلها كان في حريق التهم شركة مواد غذائية بامبابا هو المسلسل تقريبا بتاع ياسر جلال اسمه الف ليلا وليلا طيب كمان عندنا كان في حريق كبير في شركة للمواد الغذائية في منطقة امبابا بالجيزة ودمر جميع محتوياتها وما اتضحش اسبابه كان في حريق في مجمع بنوك بالتجمع الخامس والحمال المدنية سيطرت عليه اندلع حريق ضخم في مول تجاري شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس المكان ده كان بيضم مقار عدد من البنوك والمطاعم وبرضو قالو مس كهربائي